اقتربت عملية تغليف قوس النصر أحد أبرز المعالم الهندسية في باريس عند جادة الشانزيليزي من شكلها النهائي بحسب التصور الموضوع من مهندس هذا المشروع الفنان البلغاري الراحل كريستو الذي أبهر العالم في العقود الماضية بعماله الفنية الضخمة كريستو كانت أردتنا أن نفعل هذا المشروع المشروع بينما هذا المشروع وما هذا المشروع في أبو دابي ونحن نقوم بعماله ونحن نقول أنه مجموعة من الناس هناك الكثير من الناس الذين يعملون مع كريستو في الكثير من عام عندما نقوم بعمال فنحن نعتقد أننا نضع بعض المشروع ونضع بعض المشروع ونضعها كثيراً كثيراً فمن الثامن عشر من أيلول سبتمبر إلى الثالث من تشرين الأول أكتوبر سيتحقق حلم الطفولة للفنان التشكيلي البلغاري الذي توفي في أيار مايو 2020 وزوجته جان كلود إذ أن المعلم البالغ ارتفاعه 50 متراً سيغطى بالكامل بـ 25 ألف متر مربع من قماش قابل لإعادة التدوير باللون الفضي والأزرق مثبت بحبل أحمر بطول 3000 متر وقال كريستو أثناء تقديم مشروعه قبل وفاته أن النصب سيكون بمثابة كائن حي ينبض بالحياة في الريح عكساً الضوء ترجمة نانسي قنقر